هذا وأكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام أن برنامج الحكومة يشكل وثيقة سياسية تشمل الخطوط العريضة للعمل الحكومي للأعوام الأربع المقبلة وأشار سعادته خلال استضافته في نشرة سابقة إلى أن برنامج الحكومة يضم عدد من الأولويات من بينها الأمن والاستقرار والعدالة والتعافي الاقتصادي والخدمة الحكومية ذات الجودة والتنفسية الحمد لله في هذا اليوم الأغر من أيام العمل الوطني تم تسليم برنامج الحكومة للسنوات 2023 إلى 2026 إلى مجلس النواب الموقر أعمالاً للمادة 46 من دستور مملكة البحرين وأعمالاً لمبدأ التعاون بين السلطات ويشكل برنامج الحكومة وثيقة سياسية تشمل الخطوط العريضة للعمل الحكومي خلال الأربع سنوات القادمة وتضمن ثلاث أولويات وهي الأمن والاستقرار والعدالة والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة والخدمة الحكومية ذات الجودة والتنفسية واندرج تحت هذه الأولويات عدد من المحاور والأهداف بإجمال عشر أهداف وخمس محاور جاءت كلها تحت شعار من التعافي إلى النمو والمستدام وهذه في حقيقة الأمر نقلة نوعية في العمل الحكومي لسبب أن الحكومة بقيادة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أرادت أنها يتضع كل مقدرات الدولة من أجل هذا الهدف السامي وهو الانتقال من مرحلة التعافي التي شهدناها يمكن بعد آثار جائحة كورونا على العمل الحكومي والاقتصاد الوطني إلى مرحلة استكمال منظومة النمو والمستدام والانطلاق بقوة أكثر نحو التنمية في مختلف مجالات العمل الحكومي وأيضا من المهم أن نذكر أن هذا البرنامج تلهم مبادراته وخطوطه العريضة من ما تفضل به سيدي صاحب الجلالة من مضامين في خطاب تكليف بتشكيل الحكومة وأيضا ما ورد في خطابه السامي لدى تفضله بافتتاح دور العقاد الأول من فصل التشريعي السادس ترجمة نانسي قنقر